السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك مصطلح وهو قطع النعت وقطع النعت يختلف ويغير الإتباع الإتباع هو أن يوافق النعت المنعوذ رفعا ونصبا وجرا أقول لك كتب محمد الدرس على الصبور عايز أمسك كل اسم في الأمسمادية وأجيب له صفة كتب محمد المجتهد الدرس السهل على الصبورة البيضاء ناكرة زائد ناكرة معرفة زائد معرفة تبدينا نعت طيب النعت هيوافق ما قبله في إعوابه مطلقا كتب محمد فاعل المجتهد المجتهد هنا هتكون نعت مرفوع الدرس مفعول به تبصفة الدرس السهل مثلا كلمة السهل هتكون نعت منصوب لأن النعت يوافق المنعوذ على الصبورة على حرف جر الصبورة اسم مجرور البيضاء مثلا هيكون نعت مجرور إذن النعت تابع الوافق ما قبله ولكن في شيء مهم جدا وهو قطع النعت وقطع النعت ده شيء جاهز يعني مثلا قطع النعت ألا تعرى بالكلمة نعت أصلا يعني لما قلت مثلا كتب محمد المجتهد المجتهدين نعت لا يجوز أنني معرفهاش نعت يجوز أنني أعرفها خبر طب فين المبتدأ هيكون محزوف يجوز أنني أعرفها مفعول به طب فين الفاعل والفاعل محزوف يبقى قطع النعت هو اللي نعرب الكلمة نعتا وإنما تعرب خبرا لمبتدأ محزوف أو تعرب مفعول به لفاعل محزوف وعلشان كده ابن مالك جال وارفع أو انصب وارفع يعني الكلمة تكون خبر مرفوع أو انصب أو تكون مفعول به منصوب انقطعت وارفع أو انصب انقطعت مضمرة يعني يجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محزوف ويجوز النصب على أنه مفعول به لفاعل محزوف يبقى قطع النعت هو الرفع على اضمار مبتدأ او النصب على اضمار فعل ورفع او انصب انقطعت مضمرا مبتدأ او ناصبا لن يظهره يبقى اللي هيكون مضمرا مبتدأ او ناصب اللي هو الفعل لن يظهره يبقى العامل هنا اللي هو المبتدأ او الفعل لن يظهر هيكون مضمرا وجوبا ما عدا في حالة واحدة اذا كان الغرض من النعت التخصيص إذا كان الغرض من النعت التخصيص فسيكون الإضمار جائزا إذا قلت مررت بزيد المفروض زيد اسمه مجرور خياطي مررت بزيد الخياطي فالخياط هنا هيكون نعت مجرور لكن ممكن أقطعه وأرفعه على أنه خبر لمبتدأ محزوف والتقدير مررت بزيد هو الخياط طب المبتدأ المحزوف ده حكم حزف النعت غرضه التخصيص فإضمار العامل عامل النعت المقطوع يكون جائزا مررت بزيد الخياطة نصبت الخياط علينا مفعول به لفعل محزوف طب الفعل المحزوف ده محزوف وجوبا ولا محزوف جوازا محزوف جوازا ليه؟ لأن الغرض من النعت التخصيص حالة واحدة يحزف العامل جوازا وهي إذا ما كان الغرض من النعت التخصيص فإذا ما كان الغرض من النعت غير التخصيص المدحة الزم الترحم إذا كان هناك غرض آخر فيكون العامل محزوف وجوبه إذا قلت مررت بزيد الكريم المثال ده صح؟ مررت بزيد الكريم هنقول المثال ده ينفع بس في حالة واحدة إذا كان خبر لمبتدأ محزوف والمحزوف هنا محزوف وجوبا ودي كانت معلومة سريعة حول القطع والإتباع طب إحنا ليه جدمنا القطع والإتباع أو بيتكلم عن القطع والإتباع؟ لأن فيه نعت بيجب فيه القطع إمتى؟ هتعرفوا فيه درس تعدد النعت وفيه موضوع تعدد النعت سواء تعدد النعت والمنعوت أو تعدد النعوت فقط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته